أهلاً ومرحباً بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر هذا هو الأسبوع الحادي عشر في هذا الفيديو سنصلط الضوء على مهارات التقديم والعرب وهو ما ستقومون به خلال هذا الأسبوع حيث ستعرضون خلال هذا الأسبوع ما قمتم بتجهيزه وتحضيره في الأسبوع السابق كونوا مرحباً بعد ذلك نأتي إلى مهارات التقديم هنا بعد أن أعددنا المشروع وكل ما يلزم يلزمنا مهارات التقديم وهو أول شيء الاتصال المرئي تساعد الاستعانة بوسائل الاتصال المرئي على جذب الجمهور هنا هذه الوسائل العزيزي الطالب تترك انطباعاً إيجابياً لديهم ويشترط أن تكون هذه الوسيلة فعالة قادرة على لفت انتباه الجمهور التواصل مع الجمهور هنا لتستطيع أن تقييز بشكل مبدئي رأيهم حول موضوع العرض إلى جانب المساعدة في إقناعهم بشكل شخصي ومباشر كما يعتبر في هذا العنصر من أهم عناصر مهارات العرض والتقديم الاتصال اللقي يجب أن يكون أنت كمقدم لمشروعك طريقة حديثك واضحة مباشرة لنقل الرسالة التي تريد إيصالها وإرسالها إلى الجمهور الصدق ويجب أن يكون العرض عرض مشروعك ومقدم العرض يتحلى بالصدق أن يكون خالياً من المبالغة بالطبع هذا يؤثر على نظرة الجمهور ورأيهم لمشروعك فيتأثر يستطيع المتلقي أو المشاهد أن يشعر بطريقة ما إذا كنت أنت صادقاً أم لا استخدام لغة الجسد وهي أحد وسائل التواصل غير لفظي المهمة حيث تساعد على جعل الجمهور يفهمون الرسالة بشكل موضح كما يعطيهم انطباع من المصداقية الملقي وثقته بنفسه هذه استخدام لغة الجسد مثل إيماءات اليد ربما الحركة في الغرفة نفسها المشي بطريقة صحيحة الوقوف أمام شاشة العرض إذا كان العرض يحتاج إلى ذلك بطريقة صحيحة هذه لغة جسد أنا أعتبرها مهمة رغم أنها توصف بينا غير مهمة إليك الآن مجموعة من النصاف التدريب على العرض الابتسام بمنطقية الابتسام الطبيعي تعطيك ثقة بالنفس وارتياح الحضور التحدث بسرعة ملائمة أن لا نتحدث بسرعة كبيرة ولا ببطء يصبح العرض مملا إذا كان الحديث ببطء تذكر أن الحضور أكثر تأثرا بالعواطف انتقل بالنظر بإيجابية وعدم التركيز على جهة واحدة ذلك يشعر الجمهور أو المتلقي بأهميتهم فإذا أنا صلت الضوء على جهة واحدة هنا تشعر الجهة المقابلة بأنها ربما تعطي أهمية لهذه الجهة أكثر من الأخرى إذا شعرت بالتوتر تنفس بعمق لتتحكم بالتوتر الصوت المعتدل للارتفاع وغير المرتجف الحماس والصدق والثقة بالنفس بتواضع لا تستخدم النكت أو الأمثال أو الحكم خارج موضوع العرض لا تطرح الأسئلة على من يقوم بمناقشته هذا هو عرض سريع لمهارات العرض والتقديم التي تلزمك في عرض هذا الأسئل أتمنى أن أكون قد ونفقت فيما قدمته لكم طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة ترجمة نانسي قنقر